فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير معالم المعركة الانتخابية تتوضح يوما بعد يوم فهويتها باتت محددة إنها في الدرجة الأولى بين سياديين يريدون للبنان أي استعيد قراره الحر وبين من يطلقون على أنفسهم تسمية ممانعين وهم في حقيقة الأمر ليسوا ممانعين بل هم مجرد مانعين لعودة لبنان إلى زمن البحبوحة والازدهار والقرار الوطني إضافة إلى الهوية فأن صورة المشاركة في الانتخابات أصبحت أوضح بالنسبة إلى الجميع فما قيل وتردد عن مقاطعة السنة للعملية الانتخابية يسقط كل يوم والدليل عدد اللوائح في كل المناطق ذات الأغلبية السنية ففي بيروت الثانية مثلا عشر لوائح تتصارع وتتنافس وفي طرابلس أحد عشر تلائح ما يؤكد أن المكون السني لا يريد التخلي عن دوره الأساسي في الوطن وقد جاء كلام مفتي الجمهورية اللبنانية اليوم في عيد الفطر ليؤكد المؤكد فالمفتي عبداللطيف دريان حذر ونبه أمام رئيس الحكومة وعدد من زعماء الطائفة من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأنها الفرصة المتوافرة لتحقيق التغيير وهو موقف متقدم فالإحباط واليأس ممنوعان لأنهما يؤديان إلى الفشل والموت لذلك أيها اللبنانيون وطنكم بحاجة إليكم والواجب الانتخابي يناديكم شاركوا بكثافة في الانتخابات فأصواتكم هي سلاحنا الشرعي لنقبعهم ولنبقى حاماً